فإن الله تبارك وتعالى جعل الأمانة صفة للمؤمنين كما جعلها صفة للأنبياء والمرسلين وحذر ربنا جل وعلا من الخيانات وأنزل في محكم التنزيل إن الله لا يحب الخائنين لأن الخيانة صفة المنافقين أصحاب اللؤم وأرباب المكر فلن تجد سويا أو دينا يخون حتى في دعاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع بئس الصاحب لأن الجوع إذا دخل قرية الفقر قال له خجني معك وقالما أن الفقر دخل قرية الكفر قال له خجني معك أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة لكننا في أيامنا هذه استطعنا أن نلخص وأن نجمع قضية الأمانة في مسألة قليلة وبسيطة وتعارف عليها الناس وحسبوها أنها هي كل الأمانة إنه فلان شال عندك أمانة عندما يعوزها تردها لي أنت تبقى أمين دنوع واحد من الأمانات الأمانة أكبر الأمانة أشمل الأمانة أعظم الأمانة أخطر دوضوءك أمان نفسك التي بين جنبيك أمان صلتك بزوجتك أمان تربيتك لعيالك أمان صلاتك بين يدي الله أمان عملك الذي تقوم به وتستحل به راتباً ده أمان يقضة الضمير دي أمان الكلمة أمانة الوزن أمانة الاستشارة أمانة المشية أمانة النظرة أمانة كل شيء أمانات فلما اختزلناها في مسألة رد الودائع للناس هذا نوعاً واحد وقد وجدناه عند حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة لماذا أبقى النبي علي في منامه ليخزل عنه ويؤخر بحث المشركين عنه لكن السبب الجوهري والأساسي ليستيقظ عليهم في الصباح فيرد الأمانات لأصحابها مع أن أصحاب هذه الأمانات هم الذين خزلوا النبي وسبوه وشتموه ووصفوه بكل نقيصة وضيقوا عليه وعزبوا أصحابه وطهدوه وطاردوه حتى إنه ما جرى ليلاً يعني واحد غير يقول لك طب انتهوا ما يعملوا فيك كده وانتهى لكن النبي عفيف النبي يؤسس للدنيا والدين المبادئ والقيم يا علي أنت تستيقظ في الصباح وترد الأمانات إلى أصحابها يعني هم عارفين أمين طبعاً دلقب بالصادق الأمين حتى قبل أن يبعث نبياً ورسولاً ما قالوا الصادق والأمين في مشكلة الحجر والخلاف اللي كادت تتطاير فيه الأعناق وارتضوا أن يحكموا أول داخل إلى أرض الحرم الشريف بيت الحرم فاشرأبت الأعناق وتفتحت العيون واهتزت القلوب مين اللي يدخل راجل ولا مره كبير ولا صغير الكل ارتضى باللي يدخل حق اللي يقول يمشي على الكل فلما دخل حضرته صلى الله عليه وسلم استراحة الضمائر والنفوس وقالوا الأمين رضيناه رضيناه يعني هم مقرين بصدقه وأمانته وعفته ورجولته وأدبه لكن الكفر كله ملة واحد باب الغيرة من باب الحسد من باب العناد هذا اللي عمل مشاكل لكن الأمانة خلق أصيل عند كل ذي عاق وهي صفة للأنبياء وللرسل شوف سبحان الله لما فتح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها منتصرا زمان مكة مع بعض كبراء الشرك الذي يمسك بمفتاح الكعبة بنو شيبة كفار الرجل الذي في يده المفتاح عثمان ابن أبي شيبة رجل كافر فلما دخل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى باحة المسجد الحرام بعد طول غياب حالة شوق فأشار لعثمان افتح لي الكعبة قال لا رسول الله معه ما يقرب من عشرة ألاف فارس مدججين عندهم يقدر يعملون ودرجل أصبح وحيدا ضعيفا هو وشلم على لهم الطلقاء فيما بعد يعني ما يكتر شيء افتح لنا الباب لندخل فنصلي قال لا الصحابة الكبار وكفين يا عثمان هذا رسول الله افتح له الباب من الذي يرد أمرا لرسول الله قال أنا لا أعترف به أنه رسول رسول عندكم أنت أنا لو أعلم أنه رسول لفتحت له الباب لن أفتح له الباب سيدنا الإمام علي لا يتحمل مثل هذا الكلام فاندفع مسرعا إلى عثمان بن طلحة ولوى ذراعه بالقوة حتى أسقط من يده مفتاح الكعبة وأمسك بالمفتاح وانطلق مهرولا إلى باب الكعبة وفتح الباب على مصرعيه وقال تفضل يا رسول الله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة فيها عمودين كده هو وفي ناء كده بسيط لقى هو تصوير قديمة ورسومات للشرك والوثنية ورسمين صور لسيدنا إبراهيم بالرسم كده هو وهو قال لها قدم الله الزبائح للأوسان سيدنا نبي زعل إبراهيم هو صاحب الحنيفية السمحاء ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً لكن كان حنيفاً مسلماً فقال لهم لا إله إلا الله كان سيدنا نبي يكسر في شوية الأصنام ويشيل في شوية التصوير والحاجات اللي كان نرسمينها وعملينها طبعاً أيامها ما كانش فيه كاميرات للتصوير لكن حاجات كده تصويرية تخيلية مرسومة على الجدر سيدنا نبي يعني إلا قاسة غير معالمها لأن دا شرك هو سنية إنفاعش وأناد على بلال صلى معه ركعتين تكريماً لبلال الذي هضم حقه في هذه البقاع وفي هذه البلاد وعزب وتحمل ما لا يتحمله ثم نزل النبي من الكعبة وفي يده المفتاح العباس بن عبد المطلب عم النبي أسرع إليه يا ابن أخي قال نعم قال اعطني مفتاح الكعبة ليكون عندنا نحن بنو هاشم يبقى حنى عندنا السقاية وكده يبقى عندنا كمان الرفات السقاية عند بني هاشم القبائل العربية في مكة كانوا يقومون على خدمة الحجيج واحد يتولى الطعام واحد يتولى الشرب واحد يتولى الدفئ واحد يتولى الاستضافة كان يبقى اسمه زي الناس في سهرة رمضان إلى وقت قريب العلا هتشارك كل واحد يطلع سنيته من بيته للضيوف اللي يدو كتارك ليلين وكده يعني وقد الواجب فكان نصيب بني هاشم أنهم يقومون على السقاية ولذلك هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم هاشم ده سمي هاشما لأنه كان يهشم الخبزة ويضعه في حياض اللبن أو حياض التمر للضيوف الأكادة وهكذا أجداد النبي جيلا بعد جيل من واصل إلى واصل فسيدنا نبي مسك المفتاح والعباس قال اعطيه لي يا ابن أخي ليكون لنا شرف الوفادة مع السقاية لسه سيدنا نبي ما أخدش قرار وهبط الأمين جبريل بقرآن يتعبد به في المحريب ويتلى إلى يوم الدين على قلب النبي الأمين إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها لحكم النبي قال له خلاص يا عم لصدر فيها حكم هاش يا علي قال لبيك رسول الله قال خزي المفتاح واعطيه لعثمان ابن أبي شيبة واعتزر له عليك لذراعه عثمان كافر لسه فذهب علي اعتزر له وأعطاه المفتاح اندهش عثمان وزهل بدأت في قوة وأنا ردل ضعيف وحنت حتى عملتوني بأدب وأنا كنت ردل جبان وقلت ما نفتحشه وعترشت معاك وخدته بالقوة وما زالت أنتم في قوة وأنا في ضعف وأنتم في كثرة وأنا في أقلية إلا حصل فبدأ يتمشى نحي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي يا عثمان ويا بني شيبة انت وناسك قبيلتك كل يا بني شيبة خذوها خالدة تالدة إلى يوم الدين لا ينزعها منكم إلا ظالم لتبقى فيكم تتوارثونها جيلا بعد جيل إلى يوم الدين لغيت نهار ده اللي ماسك مفتاح الكعبة رجل اسمه عبد الله بن شيبة لو انت رجعت في تسلسله هتلاقيه وصل لغيت عثمان بن أبي شيبة خلاص هم مفتاح الكعبة بيقيم النصيب آل شيبة جيلا بعد جيل يتوله أكبر واحد في العلة موجود يموت يشوفوا اللي أقرب منه في السن يموت وهكز أخذوها من عند الله بأمر الله والذي أوصلها لهم هو نبينا بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها دي الأمان هو الأمانة ما فيش غير قرشيل نتشيلهم لي ونقول لك هاتم تديهم لي ولا نشيل عندك مش عارف إيه للعروسة ولا مش العروسة ولا للبيت دي أنواع من أنواع الأمانات لكن قضية الأمانة أكبر ده أنت فكرك أمانة قلمك كرجل صحفي ولا كاتب ولا إعلامي قلمك أمانة شهادتك أمانة سيرك واسلوكك ده أمانة واحد استشارك في موضوع قل له ما تصنع لنفسك المستشار مؤتمن فليشرب وهو صانع لنفس سبحان الله موضوع الأمانة أكبر من كذ حتى سيدنا موسى عليه السلام عرف بالأمانة قبل أن يبعث نبيا لما فر من فرعون وقومه وذهب إلى أهل مدينة ووجد بيتين واقفين معهم وشوية غنم وما قادرينش يزقوهم في الحياض ليه؟ الرجال موجودين والشباب ودولة بيتين يعني ضعيفة فمنتظرين لغاية ما الرعاء كل واحد يزقي غنماته فعز على سيدنا موسى فعز على سيدنا موسى وقعدوا لغاية ميت فرحلوا منتين مطلعكم مدام هتكدوش مصلحة قالوا لحنا طلعتنا الضرورة مناش أخ وأبونا شيخ كبير قال لا لا خلص طبعاكم انتني فذهب إلى صخرة بالقرب من حيض ورفعها ده دليل قوة الفتو عند موسى وساق الأغنام فشربوا قال لهم يا الله تؤكر الله في النوار فلما رجعت إلى أبيهما قالت له يا أبتي إن رجلا غريبا قوي البنية وصفته ونعته قال طيب هتوه هتوه حتى الرد الواجب بتاعه في اللحظة لي سيدنا موسى احتاج إلى الطعام لم يقصد أحدا من الناس آوى إلى ظل الشجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير انت عارف الجوع فجاءته إحداهما تمشي على استحياء اللي هي صفورة دي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قال الله صلى عم ما هي شبعوك وهي واكلوك وهي بصدوك وده لسه يسمعه وتفتح ويجوزوه يسكنوه ملك للمالك من عمل الله ربح آه إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يا سلام فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبتي استأجر اللي هي صفورة دي استأجر خليه اشتغل عندنا أجير يا أبوا ليه طيب قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين أنت الها توص في فيطة شفت أي من قوتي قلت للحجر اللي شاله والعشر تنفار يقدر يتعطعه طب والأمانة إزاي عرفت أنه هو أمين قلت لو أنا ماشي قدامه وهو داي وراء لما قلت رح هاتي اللي هو لعب في طرف الدلبية قال لا خليك وراي مرضيش يبص على نجلية ومؤخرة يبقى ده عنده أمانة غض البصر وعفة إن خير من استأجرت القوي الأمين هو وصف في بيت اعتمد كلامه أنت اشتغل عندنا عم اشتغل معنا ثمان سنين تخدمني وإن شاء الله هنجاوزك واحدة من البنات وكمان لو خليتهم عشرة تبقى أنت رجل ددع ويمهن ويمهنا وفعلا طبق سيدنا موسى عشرة سنين وفي بعض الرواية أنه الراجل كافاء وعطاه الاثنين ما كانتش في ديانة موسى إن كنت تجمع بين الأختيين إلا ما قد سلف كانت موجودة الحدد يعني مباح سبحان الله لكن شوف إن خير من استأجرت القوي الأمين قوي الأمين أمانة صفة كبيرة خالص إحنا اختزلناها وضيعناها والموظف ما يروحش وقول لك هنشتغل لهم على كد فلوسهم والتاجر يغش يقول لك بس عشان النولون عالي لهم من دول والتاني ضريهم في المخزن ويحتكر وقول لك أصبر بس اسبوع تلقى الدنيا طهبت إيه ده هي دي الأمانة ده الاحتكار كفر التخزين لوقت الغلاء ده نوع من أنواع الكفر هي عم اللي احنا فيه ده إيه الوضع اللي وصلناه لحنا ده الاحتكار ممنوع في الإسلام ممنوع في الإسلام مين فاش سبحان الله يا أخي ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعزم واحد يقول لأستودع الله دينك وأمانتك وخواتي مع ملك خلي بالك من كلمة الأمانة شف خلها ما بين الدين وحسن الختام في الأمان أستودع الله دينك وأمانتك ضع ما شئت من الخطوط أه وخواتيم عملك ليه لأن الله إذا استودع شيئا حفظه دي قواعد أنت معاك حدا وعايز يشيرها وتلاقيها تسيبها الرب خليها مع الله هتلف وها تجيلك هتلف وها تجيلك ردي اللي سلف الألف ديناره وعد البحاره وكان موعد الراجل ومالجيش مركبه ورح دايب خشبة ورح حاطط فيها المبلغ وقال يا ربي أنا كنت موعدة وأنت كنت شهيد على اللي قلناه ولكن ما فيش مركبة توصلني وتلاقي ردي المستني أها شيحة في البحار صاحبنا مستني نكله يوم اثنين يشوف مركب جايبه صاحبه على المواعيد مفيشي لقي الخشبة بدأت طافية جنبيه قال يوه ناخدوها نجدوها نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس نستهروا عليها الليلة دي روح البيت هيكسر فيها ليقي فيها ايه المبلغ والرسالة بعدها بكم يوم صاحبنا ليقي مواصلة وجه يا صاحبي أنا غصب عني وتأخرت قال حصل اللذر تضيته كفيلا سدد عنك الذي ارتضيته كفيلا سدد عنك يخونا القصص دي ماش خيالية دي موجودة في التراث وتثبت أنه من جاء بالحسنة فلهو عشر أمثاله لو أنت كل ما ما جرسش في حاجة كل ما تسمع حاجة جديدة اتكذب طيب أنت أحط بكل شيء علمه تقعد تنكر تقول فلان قاله فلان عدو ودائب منينه ما ينفعش دي قصص موجودة في الإسلام وفيه تراجم السير وفيه كتب التاريخ والحاجة دي وراها علماء وكتب وأقادم أصحاب أمانة حتى في العرض لأنه المقصد هي العبرة والعظة فيه راجل مخلف ود واحد ما فيش غير ومرض وأحس بأنه نو الأجل معه شمارت شبه عزبه عجله بينه وبالربنا قال الودي صغير وبكرة وبعد عوز حاجة وأنا رصيدة في الدنيا سمرت العزب دي يا رب أنا شيلها لي عندك أنت مطرح ما يعوزها ردها لي يا امرأة قالت نعم قال افتح الباب للعجلة ستخرج قال نحن أطلقناها لترعى تحت عناية الله أنا استودعتها عند الله سيبها في الغطان ولا في الصحارة تجري رح تفتح لها الباب ومات الرجل وكبر الولد واحتاج إلى المال وتذكرت الأم فقالت يا ولدي قال لها نعم قلت له فيه موضوع أبوك شيلة ليك كانت عندنا عزبه وقد أطلقها الله في أرض الله تحت عناية الله طب أنا هنعرفها منين يما قلت له رح في الغطان وقعد وهي أهجي لك رح قاعد فوجئ بعزبه طوله عرضه ارتفاعه ملك للمالك لم ترى مثلها عين جاءت إليه تتمسع فيه الناس شايفين ده ما حدش قدر يعرض عليه ده كل اللي حاول يعمل حدما تجلاشي ايش معنى أنت هتمسع فيك فأمسك الخطام وأدرك أنها الأمانة وذهب بها إلى أمها ها هي قد عادت يا أمها فدخل التجار خلفه عايزينها بألف باثنين بعشر المرة تقول له طب تلاتاشر خمستاشر عشرين تقول له طب انت عايزة فيها كدية قالت لن أرضى إلا بملء جلدها ذهبا هي اللي افتكركم مرعيه بس رعيها فلان والإعلان لا قال له احنا موافقين فاحتضنت ولدها ورفعت وجهها إلى بارئها وقالت فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين من عامل الله ربح من عامل الله نجح اللهم ردنا إليك ردا جميلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الصح Resfoot والآن من عامل الله ربح